خليني عايز أكلم معك تاني في مسألة استقبال فخمة الرئيس للمرشحين الثلاث السابقين في قصر الاتحادية والمنقشة معاهم والاطلاع على أفكارهم ومسألة أنه قد يكون هناك أو أنه هناك تنسيق بالفعل هيتم خلال الفترة القادمة بإذن الله مع المرشحين وسائر القوة السياسية دلالة ده أظن أنه محتاجين أنه إحنا نضع لها تحليل خليني أخذ معنا على التليفون بكرة ترحيب دكتور وقام عثمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجمعة برسعيد أهلا بك دكتور وقام أهلا بك سيد يوسف دكتور وقام يعني دلالة استقبال الرئيس للمرشحين الثلاث في انتخابات رئاسة مصر عشرين أربعة وعشرين القيادة السياسية المصر النهاردة بتعزز مصاري الإصلاح السياسي وإزراء الحياة السياسية بتعددية تهدف إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية إذا كان سيد الرئيس 26 إبريل في طار الأسرة أعلن ضرورة إقامة الحوار الوطني وفي 16 أغسطس عشرين تلاتة وعشرين يستقبل توصيات الحوار الوطني وفي أول ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين نمارس ديمقراطية تشاركية فاستقبال الرئيس النهاردة للمرشحين والمنافسين فده إعلان على تعاون التعددية نحو استكمال المسيرة التنموية من خلال التنمية السياسية بتسطرها الدولة المصرية بل بتدفع بها بنموذج علامي جديد إلى ديمقراطية نابعة من متطلبات الشعب أو الشعوب زي ما احنا بنقول أنا مش هبالغ ولكن مع الأيام القادمة سوف تسطر مصر الهدف رقم 18 في أهداف التنمية المستدامة وهو هدف التنمية السياسية ضرورة لاستكمال العملية التنموية وهذا الهدف سوف يكون رقم 18 لأهداف الأمم المتحدة لأن وسط هذا الزخم وهذه الإرادة الشعبية والتعددية السياسية المستنيرة تستكمل مصر مشوارها لبناء التنمية وبناء الإنسان المصري في جمهوريتها الجديدة طب دكتور وقام هذا مشهد بالنسبة لنا في مصر غير معتاد يعني مشهد استقبال رئيس الجمهورية أو المرشح الفائز للمرشحين الآخرين مشهد غير معتاد ده بينظر إليه إزاي؟ يعني من وجهة النظر بتاعة أساتدة العلوم السياسية وكيف ينظر إلى هذا المشهد من الخارج؟ هو الإصلاح السياسي هو إصلاح سياسي والتكمار المثيرة إذا كنا بنبحث عن ورق السياسات العامة من أجل الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي وغيرها من الجوانب المتعددة في التنمية فالآن نمتلك أربع برامج رئاسية قابلة للتطبيق من خلال ورق السياسات العامة والكل يتعاون نحو استكمال المثيرة هذا الأمر يؤدي إلى صورة حضرية بل والأكثر من ذلك هي صورة الديمقراطية نابعة من الشعب المصري وليست مستوردة من الغرب هنا بيحضرني كلمة كونجليزا رايس لما كانت بتقول من أجل أن تنعم المنطقة بالديمقراطية لبرد من الفوضى الخلاقة الآن مصر تقول للعالم ككل من خلال هذا الاستقبال ومن خلال هذه التعددية أن من أجل أن تعم الديمقراطية لابد أن نحظى بالأمن والتنمية والاستقرار بل والأكثر الإرادة الشعبية وتحالفها مع القيادة السياسية هذه رسالة موجهة للغرب أو للعالم ككل نحن نسطر إلى نموذة ديمقراطية مصري 100% عظيم جدا أشكرك جدا دكتور وقام وثمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة كورسعيطة